بسم الله الرحمن الرحيم القضاء والقضاء من أخطر وأهم المواضيع التي أسسها الإسلام واحتم بها بل إن القاضي ليس كغيره من الناس في مهمته تولى الأنبياء القضاء منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلنتحدث شيئا ما عن القضاء وعن القضاء والنذكر بعض القضاء الذين ارتفع شأنهم في التاريخ وبعضهم الذين للأسف باعوا دينهم بدنياهم القاضي أو القضاء هو الفصل في النزاع بين الناس ويستمد من الكتاب والسنة ولهذا فإن القاضي في الإسلام لا بد أن يكون مسلما ما يجوز غير مسلم يكون قاضي عدلا مم بس مسلم يكون عدل ما يكون فاسق يعني قاضي ما يصلي قاضي يشرب خمر قاضي يزني ما يجوز في الإسلام هذا كل باطل أصلا إذا الشاهد ما يقبل الفاسق شون بالقاضي أصلا يجب أن يكون ذكرا رجلا وكذلك أن يكون عالما لا يكون جاهلا أول من تولى القضاء في هذه الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر الناس عن القضاء وأصنافهم أستمهم ثلاثة قال القضاء ثلاثة ثلاث أنواع قاضيان في النار والعياذ بالله وقاض في الجنة الأمر مسهل فيها جهنم فيها نار قال قاض قضى بغير الحق وهو عالم بذاك فذلك في النار يقضي بغير الحق وهو يدري وقاض قضى بغير علم فأهلك حقوق الناس جاهل فأهلك حقوق الناس قال فذاك في النار وقاض قضى بالحق فهو في الجنة بس أما الصنفان فهما في جهنم والعياذ بالله فالقاضي مو قضية لعب وأمر وظيفة عادية وأنا أصير قاضي وينتهي الأمر لا يا أخي الكريم أغلب القضاة في الحديث النبوي في النار وجزء منهم فقط في الجنة حتى الأنبياء الله عز وجل جعل لهم وظيفة القضاء هذا داود عليه السلام يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله وذكر الله لنا قصة داود عليه السلام لما جاءه الرجل يشتكي يقول إن أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فأقال يعني عند تسع وتسعين وأنا عندي وحدة ويبي أخذ الوحدة هذه مني فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب مباشرة حكم داود عليه السلام لهذا الرجل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لكن الله عز وجل عاتب داود عليه السلام الله أراد أن يفعل هذا عشان يعلم الناس ويخبرنا بقصته عاتب داود حتى لو عند تسع وتسعين ليش ما سمعت منه قد يكون الحق لاح ولهذا جاء في بعض الأثار إن صحة لو رأيت يعني أحدهم قد فوقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى أخاه فربما فوقئت عيناه القضاء مسهل وليت منصب القضاء وبعدين تأخذ راحتك في الحكم بجهل أو تحكم على الناس بالظلم فذلك في جهنم والعياذ بالله كان النبي صلى الله عليه وسلم القاضي الأول قال الله عنه وأمرت لأعدل بينكم وأمر الناس يحتكم إليه فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي خلاف ونزاع كان الناس يتوجهون إلى القاضي الأول محمد صلى الله عليه وسلم رسالتنا إلى كل قاضي وإلى من يتولى مهمة القضاء ينبغي أن يكون القاضي رجلاً قوياً ولهذا حرمت الشريعة أن يكون القاضي امرأة لأنه لا بد له من القوة ولا يهاب أي سلطة ولا يخاف من أي إنسان بل لا يخاف إلا من ربه عز وجل في الدولة العباسية كثر عند بعض القادة الظلم منهم رجل اسمه موسى بن بغا هذا رجل من أصل تركي كان يحكم وكان رجلاً ظالماً أراد أن يشتري ضيعة أرضاً وكان في الضيعة سهم ليتيم وهذا اليتيم كان الوالي عليه قاضي اسمه أحمد بن بديل رجل صالح فأرسل القائد الحاكم الوالي أرسل كاتبه إلى هذا القاضي أننا نريد أن نشتري السهم هذا اليتيم فقال القاضي لا حاجة لليتيم في بيع سهمه قال نريد أن نعطيه أكثر من قدر هذه الأرض نبيعب نشتري بشيء أكثر قال لا قال نشتري بالضعف قال لا حاجة لليتيم اليتيم ماذا سيفعل بالمال الآن يبقى السهم سهم اليتيم فغضب الكاتب وقال لهذا القاضي الصالح أحمد بن بديل قال إنه موسى بن بغى تعرف من سيشتري الأرض يعني هذا الرجل الظالم الذي يخافه الناس قال إنه موسى بن بغى فرد القاضي الصالح على هذا الكاتب وقال له أعزك الله إنه الله تبارك وتعالى فاحتز الكاتب تقول لي موسى بن بغى أنا تعامل مع رب العالمين الله تبارك وتعالى منه موسى بن بغى يطلع فذهب الكاتب إلى ذلك القائد ظالم فأخبره بالخبر فلما نقل له ماذا قال قال إنه الله تبارك وتعالى بكى الرجل قائد وظالم لكن احتز من داخله بكى من هذه الكلمة ولم يشتري الأرض وقال لكاتبه لا تعترض لهذه الأرض أبدا هكذا القاضي إذا صدق مع الله أعانه الله إذا خاف من الله خوف الناس من هذا قاضي آخر في قرطبة اسمه المنذر ابن سعيد قاضي صالح ولهذا القاضي يجب أن يكون رجلا صالحا إذا الشاهد الفاسق ما تقبل شهاد تشعون القاضي يجب أن يكون عدلا قاضي اسمه المنذر ابن سعيد في قرطبة سمع أن الحاكم الناصر بنى له بيتا وقبة من ذهب وفضة والناس يجتمعون عنده المنافقون والمتزلفون يجتمعون عنده يريدون أن يعني يتقربوا إليه فذهب القاضي إلى هذا الوالي إلى هذا الحاكم ودخل عليه في مجلسه أمام الناس والناس يباركون له هذه القبة من ذهب وفضة فقال اسمع أيها الناصر أمام الناس ماذا تريد قال اسمع ماذا يقول الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون فاحتز الناس وقال بعضهم له ماذا تقول إنه الوالي إنه الحاكم قال لا علي منه أردت أن أذكره بالله عز وجل فاحتز الناس واحتز الحضور ولم يقترب أحد منه ثم خرج هكذا القاضي وإلا كيف يكون قاضيا صاحب سلطة القاضي لا يخاف إلا الله القاضي ينكر والله لو كان على الحاكم ولا يقبل بالظلم مهما حصل أحيانا القاضي يأتيه بعض الإحراج أن يكون أحد الخصوم الذين معه منه أعلى منه مرتبة ومنزلة مثل ما حصل في زمن الإمام علي رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين الإمام علي كان أميرا للمؤمنين رئيس الدولة يعني تعالى خليفة واحتكم إلى من إلى القاضي تخيل الآن الموقف من خصم أمير المؤمنين أحد أهل الذنب قيل يهودي وقيل نصراني رجل ذنب ليس بمسلم اختلف معه الإمام علي في درع رآه الإمام علي عند هذا الذنب فقال الإمام علي هذه درعي قال بل درعي فاختصم إلى القاضي هنا الإحراج عندما يأتي عند القاضي رجل ذو هيبة ماذا سيفعل القاضي الآن أجلس الإمام علي وهذا اليهودي أو النصراني أمامه الإثنان أمامه الآن وبدأت الخصومة الذنب يقول الدرعي عندي وهي لي والإمام علي يقول بل هي لي تخير الموقف الآن فقال القاضي للإمام علي قال أعندك بينه قال لا قال عندك شهود قال نعم قال من شهودك قال ابني الحسن وقنبر ذلك الرجل الذي كان يعني سيافا عند الإمام علي وصاحبا له قال أما هذا نقبله أما ابنك لا نقبله قال لما قال لا أقبل شهادة الابن لأبيه قال إنه سيد من شباب أهل الجنة النبي أشهد لأنت ما تقبل قال لا أقبل أن أقبل بالحديث لكن لا أقبله شاهدا لك فحكم القاضي بالدرع لهذا الذنب فلما رأى الذنب هذا الموقف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا تعلمتموه من نبي وأعطى الدرع قال أما الدرع فليست لي هي لك يا أمير المؤمنين فلما رأى علي هذا الموقف تنازل وأرجع الدرع له إكراما له لأنه دخل في دين الله عز وجل اللي همنا طبعا موقف الإمام علي كبير وعظيم لكن اللي همنا موقف القاضي كيف حكم بالعدل مع أن الذي أمامه أمير المؤمنين شريح نفسه يأتيه ابن الله يوم من الأيام قال يا أبي بيني وبين قوم خصومة في ناس بيني وبينهم خلاف فإن شئت أن تحكم بيننا وأقص عليك القصة قال قصة علي يا ابني الولد الحم مع أبوه القاضي قال لها القصة فقال القاضي لابنه اتي بالقوم فرح الابن علم أن أباه بعد ما سمع القصة أكيد بيحكم له يقول فجاء بالقوم واستمع لمقالتهم واستمع لكلام ابنه فحكم للناس ضد ابنه ففرح الناس وأخذوا حقه ومشوا فزعل الابن قال يا أبي لقد فضحتني أمام الناس يا أبي لو أخبرتني قبل أن آتي بهم قال يا ابني خشيت أن أخبرك بحقهم بأن الحق لهم فتذهب وتصالحهم فيفوت شيء من حقهم والله والله إنك لأحب إلي من ملء الأرض من أمثالهم لكنك وأنت عزيز علي لكن الحق أعز إلي منك هل رأيتم قاضيا كهذا القاضي ما صفحات ناصعة في تاريخ هذه الأمة هكذا عزت الأمة في بدايتها هكذا ارتفع شأنها لما أعطت كل ذي حق حقه لما عدلت بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل شريح واحد من ضمن كثيرين من القضاة في صدر الأمة الإسلامية كانوا يحكمون بالحق وكانوا يحكمون بالعدل وهذان موقفان فقط مع شريح القاضي وإلا فهناك مئات بل آلاف القضايا لم يحاب فيها ولم يداهن فيها بل حكم بالحق ولو على أعلى الناس مرتبة بل حتى ولو كان على إذنه المشكلة في القضاء أحيانا الشهود شهود الزور وما أكثرهم في هذا الزمن بعض الناس ما عنده مشكلة يقبض بعض المال ويشهد زورا بعضهم لأن هذا صاحبة أو هذا ولد عمه أو من أقرباء يشهد زورا ما عنده مشكلة الكذب والزور صار من أسهل الأمور عند الناس ولهذا الله عز وجل وصف أهل الإيمان فقال والذين لا يشهدون الزور وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر عند الله ألا وشهادة الزور وكأن النبي غضب لما قال هذا الأمر عشان يحذر الناس قضية موسهلة أن يشهد الإنسان زورا طيب شو نوع القاضي القاضي يجب أن يتشدد في شهادة الناس ما يقبل أي شهادة صح اليوم القضايا كثرت والقاضي اليوم ما يلحق وشون يبتأكد من كل شاهد لكن على الأقل إذا تبين له فسقة تبينت له عدم عدالته ما يقبل شهادة كأينا من كان وانظروا لقصتي هذا القاضي في مصر ابن عين الدولة في إحدى القضايا التي كان يحكم فيها والناس حضروا المتهم والداعي عليه والناس والحضور في الجلسة تفاجأ بالشاهد تعرفون من الذي يشهد في القضية السلطان الحاكم وكان يسمى الكامل الأيوبي حاكم الدولة شاهد في القضية طيب شو المشكلة؟ يصير الحاكم يشهد المشكلة أن القاضي يعلم أن هذا الحاكم ما يجوز لأنه يشهد إنسان فاسق اشتهر بالذنود والمعاصي شلون هذا نقبل شهاته؟ لكن كيف سيرد الحاكم أمام الناس بعد؟ والآن مطلوب من القاضي أن يحكم فإذا بالقاضي أراد أن يخرج من هذه المشكلة بمخرج عشان يصرف الشاهد ولا يحرج أمام الناس فقال أمام الحضور بعد أن شهد السلطان أو أراد أن يشهد قال إن السلطان يأمر ولا يشهد يعني شنو؟ يعني أنت تأمرنا وتنهانا أنت الحاكم نسمع كلامك لكن هذا مو مكانك ليس مكانك الشهادة مكانك الأمر والنهي أراد أن يعني يلطف العبارة ففهم السلطان مقصد القاضي فأراد أن يحرجح فقال له لكنني سأشهد علىها في هذه القضية فهل تقبل شهادتي أو لا؟ رد القاضي يعني دام منها السال فتبي الإحراج أنا ما أقدر أجامل هذا قاضي القاضي يجب أن لا يداهن وسلطته معزولة عن الناس حتى الحاكم ما يستطيع عليه هذا قاضي قال له إذن لا أقبل شهادتك قال ولم لا تقبل شهادتي؟ والناس ينظرون مصد جهازا؟ هذا مو أي حاكم بعد السلطان الكامل الأيوبي معروف فقال له ولم لا تقبل شهادتي؟ قال كيف أقبل شهادتك؟ وأنت في كل ليلة تفعل كذا وكذا ويجتمي عندك كذا؟ الكل يدري حفلات الطرب والرقص والخمر كالليلة عندك في القصر من ما يعلم بهذا؟ وشرب الخمر فسق وهذه التجمعات هذه كلها فسق هذه تنفي العدالة أنا ما أقبل شهادتك وأنت هذه حالك ترى على هذه الحال كثير من الناس اليوم اللي ما يصلي واللي والعياذ بالأشرة خمر واللي معروف عنه بالزنا هذا كل ما تقبل شهادتهم فكيف إن كان الحاكم الآن وأمام الناس؟ قال لن أقبل شهادتك وأنت على هذه الحال فقال السلطان أمام الناس؟ قال أتقول فيي هذا؟ الأن جدام العالم قال نعم فإذا به يشتمه بالفارسية شتم القاضي فإذا بالقاضي أمام الناس تدريس سوا؟ قال أشهدكم أني قد عزلت نفسي أنا ما أقعد في مكان واحد مثل هذا الشخص وإن كان الحاكم يشتمني لأني ما قبل شهادته وخرج من القاعة وإذا بالمستشارين حول الحاكم لما رجع لقصرة كلهم يقولون له ترى مصيبة كبرى القاضي يطلع ومو أي قاضي بعد هذا الناس كلهم وياه وعلشان قلت لهذا الكلام وشتمته أحسن لك اعتذر منه وراضه وفعلا ذهب الحاكم إلى القاضي واعتذر له في بيته وتأسف منه وطلب منه أن يرجع للقضاء شوف شون احترام القضاء عندهم مهما كان القاضي محترم ورجع للقضاء ولم يقبل شهادة الحاكم هكذا القاضي وإلا فلا كان الصالحون من العلماء قديماً يتهربون من القضاء أما اليوم فالكل يتسابق إليه مع أنهم كانوا صالحين كانوا أتقياء كانوا علماء كانوا ورعين ومع هذا كانوا يتهربون من القضاء أما اليوم فالكثيرون يتسابقون ويبحث عن شفاعة وواسطة ليصير قاضياً وما يعلم خطورة القضاء ابن شريح أمره الحاكم في مصر يوماً أن يتولى القضاء كان رجلاً صالحاً عالماً فرفض فألزمه فرفض فجاء به إلى القصر وقال له إما أن تتولى القضاء أو السيف أحياناً يجبر الإنسان على أن يكون قاضياً لأنه ما في أفضل منه قال بعد أن علم أنه إما الموت أو القضاء أخرج مفتاحاً من جيبه قال تفضل أيها الحاكم قال ما هذا قال هذا مفتاح بيتي فإذا قتلت فتصرفوا فيه قال ما تقول قال إذا كان السيف السيف ولا أتولى قضاء لا أقدر على مسؤوليته فعفى عنه الحاكم وتركه شوف لأي درجة وصلوا هذا رجل آخر قاضي من قضاء الصالحين في إحدى الدول الإسلامية يوم من الأيام طرق الباب عليها رجل ففتح الباب خادمه وأخذ رطباً في باكورته من أجمل أنواع الرطب رطب كبير جميل في صحن فدخل الخادم قال له القاضي ما هذا قال رطب يقول فنظرت فإذا هو أجمل ما يكون يعني في إغراء مو أي رطب فقال لهم من أعطاك إياه؟ قال رجل لما أعرفه قال صفه لي ما أكل شيء أخذ يبحث 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 حتى عرف الرجل الذي أوصل له هذا الرطب فإذا به أحد الخصوم في إحدى القضايا التي عنده عرف أن هذه الهدية هدية غير مشروطة يعني مو رشوة واضحة لكنها لها حكم الرشوة عرف أنه من أحد الخصوم في إحدى قضاياه قال فأرجعها ولم أذق منها رطبة واحدة أرجعها إلى الرجل يقول فلما جاءت جلسة المحاكمة وحكم ذهب بعدها مباشرة إلى الحاكم في بلده وأعلن اعتزال القضاء قال أستقيل قال لما؟ فأخبره بالخبر قال أنت رددت الرطب شنو المشكلة يعني؟ أنت أفضل من غيرك قال كان في نفسي في تلك الجلسة تمنيت أن يجري الله الحق لهذا الرجل معني ما أخذت الرطب وحكمت بالعدل لكني كنت في قلبي أتمنى أن يكون الحق معه ثم قال القاضي للحاكم قال هذا وأنا رددته كيف لو قبلته أنا رديت الهدية وهذا تأثيرها فيني كيف لو قبلت هديته واعتزل القضاء هكذا كان الصالحون إياس بن معاوية عمر بن عبد العزيز معروف الرجل الخليفة الصالح لما تولى الخلافة بحث في الناس عن قاض فوجد هذا الرجل اسمه إياس بن معاوية قال يا إياس تتولى القضاء قال لا فلما ألزمه عمر قبل أول ما فعل ذهب إلى المسجد يصلي ركعتين لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يستعين على مهمة القضاء إلا بالاستعانة بالله عز وجل وأعظم استعانة الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة فذهب وصلا ركعتين يستقبل بها مهمة القضاء مستعينا بربه جل وعلا يقول مكحول رحمه الله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتولى القضاء ليش لما كانوا يقولون هذا الكلام لأنهم سمعوا الحديث قاضيان في النار وواحد في الجنة لأنهم يعلمون خطورة الأمر حتى قال الإمام علي رضي الله عنه أبو الحسن يقول لو علم الناس ما في القضاء يعني من خطورة القضاء ما تولى أحدكم القضاء في ثمن بعره هكذا كانوا يصورون خطورة القضاء والبعض يتسابق إليه ولا يبالي أحكم بالعدل أو لم يحكم بالعدل أيها القاضي إن كنت قد حكمت بالعدل فمكانتك عند الله ليست كغيرك بل تحسد على هذا والله يحسد الإنسان إذا حكم بالعدل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين من الأثنين قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها هذا محسود هذا الإنسان قاضي العادل تدري شنو أجره يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور مؤيم كان عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا فالقضاء ترى مشرط القاضي الرسمي الإنسان إحيانا يقضي بين المتخاصمين في مدرستة مدرس مع طلاب في البيت مع أولاده في أي قضاء كان ولو كان صغيرا هذا كله سيحاسب الله عز وجل عليه لكن المنصب القاضي الشرعي هذا أخطر بكثير كان يتهرب منه الكثيرون أبو حنيفة جلد عليه كل يوم عشرة أسوات جلد علشان يتولى القضاء وما تولى القضاء لأنه كان يخافون من هذا الأمر أحد الخلفاء يسمى الناصر أراد دارا أن يبني دارا لزوجته وكان في المكان نفسه دار صغيرة يملكها يتيما وكان على اليتيما الوصي عليه قاضي فقال له أعطني الدار قال له قال أزيدك قال له ما أبيعك فلما خاف أن يستولي الناصر على هذه الدار أنقض البيت القاضي نقض البيت وباعه ما نقضه أنقاضه وطلع ثمن أغلى من الثمن الذي كان يريده الناصر ثم قال له الآن اشترى الأرض فأنا وليت على يتيم أحرص على ماله هكذا القاضي يخاف الله في حكمه على الناس وما ولاه الله عز وجل وجاء في الحديث الحسم إن الله مع القاضي ما لم يجر يعني الله عز وجل يكون معاه إذا ما ظلم فإذا جار تخلى عنه الله يتخلى عنه ولزمه من؟ ولزمه الشيطان تخيل أي قاضي ظالم الشيطان معه هذا إنسان والعياذ بالله في النار أنا ما قلت هذا الكلام أبي أخوف لا الإنسان الصالح يتوكل على الله وليرى في نفسه العدل فليثبت لكن لا يخاف إنسان إلا من الله لا يحكم إلا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل من الله النعم ما يعظكم به لا تؤثر بك المناصب والمكانات بل حتى العرق والدين أنت ما لك علاقة بهذا كله تحكم بين الناس كأناس كبشر إياك أن تؤثر عليك الرشوات والهدايا واتق الله في هذا كله كن عادلا فإنك تحكم بشريعة الله جل وعلا وليكن عملك نصب عينيك أنك ستقف بين يدي الله وتسأل عن القضاء فما أخطر القضاء عند الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم القضاء والقضاء من أخطر وأهم المواضيع التي أسسها الإسلام واحتم بها بل إن القاضي ليس كغيره من الناس في مهمته تولى الأنبياء القضاء منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلنتحدث شيئا ما عن القضاء وعن القضاء والنذكر بعض القضاء الذين ارتفع شأنهم في التاريخ وبعضهم الذين للأسف باعوا دينهم بدنياهم القاضي أو القضاء هو الفصل في النزاع بين الناس ويستمد من الكتاب والسنة ولهذا فإن القاضي في الإسلام لا بد أن يكون مسلما ما يجوز غير مسلم يكون قاضي عدلا مو بس مسلم يكون عدل ما يكون فاسق يعني قاضي ما يصلي قاضي يشرب خمر قاضي يزني ما يجوز في الإسلام هذا كل باطل أصلا إذا الشاهد ما يقبل الفاسق شون بالقاضي أصلا يجب أن يكون ذكرا رجلا وكذلك أن يكون عالما لا يكون جاهلا أول من تولى القضاء في هذه الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر الناس عن القضاء وأصنافهم أسمهم ثلاثة قال القضاء ثلاثة ثلاث أنواع قاضيان في النار والعياذ بالله وقاضي في الجنة الأمر موسهل فيها جهنم فيها نار قال قاض قضى بغير الحق وهو عالم بذاك فذلك في النار يقضي بغير الحق وهو يدري وقاض قضى بغير علم فأهلك حقوق الناس جاهل فأهلك حقوق الناس قال فذاك في النار وقاض قضى بالحق فهو في الجنة بس أما الصنفان فهوما في جهنم والعياذ بالله فالقاضي مو قضية لعب وأمر وظيفة عادية وأنا أصير قاضي وينتهي الأمر لا يا أخي الكريم أغلب القضاء في الحديث النبوي في النار وجزء منهم فقط في الجنة حتى الأنبياء الله عز وجل جعل لهم بظيفة القضاء هذا داود عليه السلام يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله وذكر الله لنا قصة داود عليه السلام لما جاءه الرجل يشتكي يقول إن أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال يعني عند تسع وتسعين وأنا عندي وحدة ويبي أخذ الوحدة هذه مني فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب مباشرة حكم داود عليه السلام لهذا الرجل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لكن الله عز وجل عاتب داود عليه السلام الله أراد أن يفعل هذا عشان يعلم الناس ويخبرنا بقصته عاتب داود حتى لو عند تسع وتسعين ليش ما سمعت منه قد يكون الحق لاح ولهذا جاء في بعض الأثار إن صحة لو رأيت يعني أحدهم قد فوقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى أخاه فربما فوقئت عيناه القضاء مسهل وليت منصب القضاء وبعدين تأخذ راحتك في الحكم بجهل أو تحكم على الناس بالظلم فذلك في جهنم والعياذ بالله كان النبي صلى الله عليه وسلم القاضي الأول قال الله عنه وأمرت لأعدل بينكم وأمر الناس يحتكم إليه فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي خلاف ونزاع كان الناس يتوجهون إلى القاضي الأول محمد صلى الله عليه وسلم رسالتنا إلى كل قاضي وإلى من يتولى مهمة القضاء ينبغي أن يكون القاضي رجلا قويا ولهذا حرمت الشريعة أن يكون القاضي امرأة لأنه لا بد له من القوة ولا يهاب أي سلطة ولا يخاف من أي إنسان بل لا يخاف إلا من ربه عز وجل في الدولة العباسية كثر عند بعض القادة الظلم منهم رجل اسمه موسى بن بغا هذا رجل من أصل تركي كان يحكم وكان رجلا ظالما أراد أن يشتري ضيعة أرضا وكان في الضيعة سهم ليتيم وهذا اليتيم كان الوالي عليه قاضي اسمه أحمد بن بديل رجل صالح فأرسل القائد الحاكم الوالي أرسل كاتبه إلى هذا القاضي أننا نريد أن نشتري السهم هذا اليتيم فقال القاضي لا حاجة لليتيم في بيع سهمه قال نريد أن نعطيه أكثر من قدر هذه الأرض نبيعب نشتري بشيء أكثر قال لا قال نشتري بالضعف قال لا حاجة لليتيم اليتيم ماذا سيفعل بالمال الآن يبقى السهم سهم اليتيم فغضب الكاتب وقال لهذا القاضي الصالح أحمد بن بديل قال إنه موسى بن بغا تعرف من سيشتري الأرض يعني هذا الرجل الظالم الذي يخافه الناس قال إنه موسى بن بغا فرد القاضي الصالح على هذا الكاتب وقال له أعزك الله إنه الله تبارك وتعالى فاحتز الكاتب تقول لي موسى بن بغا أنا تعامل مع رب العالمين الله تبارك وتعالى من موسى بن بغا يطلع فذهب الكاتب إلى ذلك القائد ظالم فأخبره بالخبر فلما نقل له ماذا قال قال إنه الله تبارك وتعالى بكى الرجل قائد وظالم لكن احتز من داخله بكى من هذه الكلمة ولم يشتري الأرض وقال لكاتبه لا تعترض لهذه الأرض أبدا هكذا القاضي إذا صدق مع الله أعانه الله إذا خاف من الله خوف الناس من هذا قاضي آخر في قرطبة اسمه المنذر ابن سعيد قاضي صالح ولهذا القاضي يجب أن يكون رجلا صالحا إذا الشاهد الفاسق ما تقبل شهادة شون القاضي يجب أن يكون عدلا قاضي اسمه المنذر ابن سعيد في قرطبة سمع أن الحاكم الناصر بنى له بيتا وقبة من ذهب وفضة والناس يجتمعون عند المنافقون والمتزلفون يجتمعون عنده يريدون أن يتقربوا إليه فذهب القاضي إلى هذا الوالي إلى هذا الحاكم ودخل عليه في مجلسه أمام الناس والناس يباركون له هذه القبة من ذهب وفضة فقال اسمع أيها الناصر أمام الناس ماذا تريد؟ قال اسمع ماذا يقول الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون فاحتز الناس وقال بعضهم له ماذا تقول؟ إنه الوالي إنه الحاكم قال لا علي منه أردت أن أذكره بالله عز وجل فاحتز الناس واحتز الحضور ولم يقترب أحد منه ثم خرج هكذا القاضي وإلا كيف يكون قاضيا صاحب سلطة القاضي لا يخاف إلا الله القاضي ينكر والله لو كان على الحاكم ولا يقبل بالظلم مهما حصل أحيانا القاضي يأتيه بعض الإحراج أن يكون أحد الخصوم الذين معه من هو أعلى منه مرتبة ومنزلة مثل ما حصل في زمن الإمام علي رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين الإمام علي كان أميرا للمؤمنين رئيس الدولة يعني تعرف شنو يعني رئيس الدولة خليفة واحتكم إلى من؟ إلى القاضي تخيل الآن الموقف من خصم أمير المؤمنين؟ أحد أهل الذمة قيل يهودي وقيل نصراني رجل ذمي ليس بمسلم اختلف معه الإمام علي في درع رآه الإمام علي عند هذا الذمي فقال الإمام علي هذه درعي قال بل درعي فاختصم إلى القاضي هنا الإحراج عندما يأتي عند القاضي رجل ذو هيبة ماذا سيفعل القاضي الآن؟ أجلس الإمام علي وهذا اليهودي أو النصراني أمامه الإثنان أمامه الآن وبدأت الخصومة الذمي يقول الدرعي عندي وهي لي والإمام علي يقول بل هي لي تخيلوا الموقف الآن فقال القاضي للإمام علي قال أعندك بيّنة؟ قال لا قال عندك شهود قال نعم قال من شهودك؟ قال ابني الحسن وقنبر ذلك الرجل الذي كان يعني سيافاً عند الإمام علي وصاحباً له قال أما هذا نقبله أما ابنك لا نقبله قال لما؟ قال لا أقبل شهادة الإبن لأبيه قال إنه سيد من شباب أهل الجنة النبي يشهد لأنت ما تقبل قال لا أقبل أن أقبل بالحديث لكن لا أقبله شاهداً لك فحكم القاضي بالدرع لهذا الذمي فلما رأى الذمي هذا الموقف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا تعلمتموه من نبي وأعطى الدرع قال أما الدرع فليست لي هي لك يا أمير المؤمنين فلما رأى علي هذا الموقف تنازل وأرجع الدرع له إكراماً له لأنه دخل في دين الله عز وجل اللي همنا طبعاً موقف الإمام علي كبير وعظيم لكن اللي همنا موقف القاضي كيف حكم بالعدل مع أن الذي أمامه أمير المؤمنين شريح نفسه يأتيه ابن الله يوم من الأيام قال يا أبي بيني وبين قوم خصومة في ناس بيني وبينهم خلاف فإن شئت أن تحكم بيننا وأقص عليك القصة قال قصة علي يا ابني الولد الحم مع أبوه القاضي قال لها القصة فقال القاضي لابنه ائتي بالقوم فرح الابن علم أن أباه بعد ما سمع القصة أكد بيحكم له يقول فجاء بالقوم واستمع لمقالتهم واستمع لكلام ابنه فحكم للناس ضد ابنه ففرح الناس وأخذوا حقه ومشوا فزعل الابن قال يا أبي لقد فضحتني أمام الناس يا أبي لو أخبرتني قبل أن آتي بهم قال يا ابني خشيت أن أخبرك بحقهم بأن الحق لهم فتذهب وتصالحهم فيفوت شيء من حقهم والله والله إنك لأحب إلي من ملء الأرض من أمثالهم لكنك وأنت عزيز علي لكن الحق أعز إلي منك هل رأيتم قاضيا كهذا القاضي ما صفحات ناصعة في تاريخ هذه الأمة هكذا عزت الأمة في بدايتها هكذا ارتفع شأنها لما أعطت كل ذي حق حقه لما عدلت بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل شريح واحد من ضمن كثيرين من القضاة في صدر الأمة الإسلامية كانوا يحكمون بالحق وكانوا يحكمون بالعدل وهذان موقفان فقط مع شريح القاضي وإلا فهناك مئات بل آلاف القضايا لم يحاب فيها ولم يداهن فيها بل حكم بالحق ولو على أعلى الناس مرتبة بل حتى ولو كان على إذنه المشكلة في القضاء أحياناً الشهود شهود الزور وما أكثرهم في هذا الزمن بعض الناس ما عنده مشكلة يقبض بعض المال ويشهد زوراً بعضهم لأن هذا صاحبة أو هذا ولد عمه أو من أقرباء يشهد زوراً ما عنده مشكلة الكذب والزور صار من أسهل الأمور عند الناس ولهذا الله عز وجل وصف أهل الإيمان فقال والذين لا يشهدون الزور وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر عند الله ألا وشهادة الزور وكأن النبي غضب لما قال هذا الأمر عشان يحذر الناس قضية موسهلة أن يشهد الإنسان زوراً طيب شو نوع القاضي القاضي يجب أن يتشدد في شهادة الناس ما يقبل أي شهادة صح اليوم القضايا كثرات والقاضي اليوم ما يلحق وشون يبتأكد من كل شاهد لكن على الأقل إذا تبين له فسقة تبينت له عدم عدالته ما يقبل شهادة كأيناً من كان وانظروا لقصتي هذا القاضي في مصر ابن عين الدولة في إحدى القضايا التي كان يحكم فيها والناس حضروا المتهم والداعي عليه والناس والحضور في الجلسة تفاجأ بالشاهد تعرفون من الذي يشهد في القضية السلطان الحاكم وكان يسمى الكامل الأيوبي حاكم الدولة شاهد في القضية طيب شو المشكلة يصير الحاكم يشهد المشكلة أن القاضي يعلم أن هذا الحاكم ما يجوز لأنه يشهد إنسان فاسق اشتهر بالذنود والمعاصي شون هذا نقبل شهاته لكن كيف سيرد الحاكم أمام الناس بعد والآن مطلوب من القاضي أن يحكم فإذا بالقاضي أراد أن يخرج من هذه المشكلة بمخرج عشان يصرف الشاهد ولا يحرج أمام الناس فقال أمام الحضور بعد أن شهد السلطان أو أراد أن يشهد قال إن السلطان يأمر ولا يشهد يعني شنو؟ يعني أنت تأمرنا وتنهانا أنت الحاكم نسمع كلامك لكن هذا مو مكانك ليس مكانك الشهادة مكانك الأمر والنهي أراد أن يعني يلطف العبارة ففهم السلطان مقصد القاضي فأراد أن يحرجح فقال له لكنني سأشهد علىها في هذه القضية فهل تقبل شهادتي أو لا؟ رد القاضي يعني داماً ها السالفة تبي الإحراج أنا ما أقدر جامل هذا قاضي القاضي يجب أن لا يداهن وسلطته معزولة عن الناس حتى الحاكم ما يستطيع عليه هذا قاضي قال له إذن لا أقبل شهادتك قال ولم لا تقبل شهادتي والناس ينظرون مصد جهة هذا هذا مو أي حاكم بعد السلطان الكامر الأيوبي معروف فقال له ولم لا تقبل شهادتي قال كيف أقبل شهادتك وأنت في كل ليلة تفعل كذا وكذا ويجتمي عندك كذا الكل يدري حفلات الطرب والرقص والخمر كالليلة عندك في القصر منه ما يعلم بهذا وشرب الخمر فسق وهذه التجمعات هذا كلها فسق هذا يتم في العدالة أنا ما أقبل شهادتك وأنت هذه حالك ترى على هذه الحال كثير من الناس اليوم اللي ما يصلي والعياده بالأشرة خمر واللي معروف عنه بالزنا هذا كل ما تقبل شهادتهم فكيف إن كان الحاكم الآن وأمام الناس قال لن أقبل شهادتك وأنت على هذه الحال فقال السلطان أمام الناس قال أتقول فيي هذا العنج الدام العالم قال نعم فإذا به يشتمه بالفارسية شتم القاضي فإذا بالقاضي أمام الناس تدريش سوا قال أشهدكم أني قد عزلت نفسي أنا ما أقعد في مكان واحد مثل هذا الشخص وإن كان الحاكم يشتمني لأني ما قبل شهادته وخرج من القاعة وإذا بالمستشارين حول الحاكم لما رجع لقصرة كلهم يقولون له ترى مصيبة كبرى القاضي يطلع ومو أي قاضي بعد هذا الناس كلهم وياه وعلشان قلت لهذا الكلام وشتمته أحسن لك اعتذر منه وراضه وفعلا ذهب الحاكم إلى القاضي واعتذر له في بيته وتأسف منه وطلب منه أن يرجع للقضاء شوف شون احترام القضاء عندهم مهما كان القاضي محترم ورجع للقضاء ولم يقبل شهادة الحاكم هكذا القاضي وإلا فلا كان الصالحون من العلماء قديماً يتهربون من القضاء أما اليوم فالكل يتسابق إليه مع أنهم كانوا صالحين كانوا أتقياء كانوا علماء كانوا ورعين ومع هذا كانوا يتهربون من القضاء أما اليوم فالكثيرون يتسابقون ويبحث عن شفاعة وواسطة ليصير قاضياً وما يعلم خطورة القضاء ابن شريح أمره الحاكم في مصر يوماً أن يتولى القضاء كان رجلاً صالحاً عالماً فرفض فألزمه فرفض فجاء به إلى القصر وقال له إما أن تتولى القضاء أو السيف أحياناً يجبر الإنسان على أن يكون قاضياً لأنه ما في أفضل منه قال بعد أن علم أنه إما الموت أو القضاء أخرج مفتاحاً من جيبه قال تفضل أيها الحاكم قال ما هذا قال هذا مفتاح بيتي فإذا قتلت فتصرفوا فيه قال ما تقول قال إذا كان السيف السيف ولا أتولى قضاء لا أقدر على مسؤوليته فعفى عنه الحاكم وتركه شوف لأي درجة وصلوا هذا رجل آخر قاضي من قضاء الصالحين في إحدى الدول الإسلامية يوم من الأيام طرق الباب عليه رجل ففتح الباب خادمه وأخذ رطباً في باكورته من أجمل أنواع الرطب رطب كبير جميل في صحن فدخل الخادم قال له القاضي ما هذا قال رطب يقول فنظرت فإذا هو أجمل ما يكون يعني في إغراء مو أي رطب فقال لهم من أعطاك إياه قال رجل لما أعرفه قال صفه لي ما أكل شيء أخذ يبحث 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 حتى عرف الرجل الذي أوصل له هذا الرطب فإذا به أحد الخصوم في إحدى القضايا التي عنده عرف أن هذه الهدية هدية غير مشروطة يعني مو رشوة واضحة لكنها لها حكم الرشوة عرف أنه من أحد الخصوم في إحدى قضاياه قال فأرجعها ولم أذق منها رطبة واحدة أرجعها إلى الرجل يقول فلما جاءت جلسة المحاكمة وحكم ذهب بعدها مباشرة إلى الحاكم في بلده وأعلن اعتزال القضاء قال أستقيل قال لما فأخبره بالخبر قال أنت رددت الرطب شنو المشكلة يعني أنت أفضل من غيرك قال كان في نفسي في تلك الجلسة تمنيت أن يجري الله الحق لهذا الرجل معني ما أخذت الرطب لكني وحكمت بالعدل لكني كنت في قلبي أتمنى أن يكون الحق معه ثم قال القاضي للحاكم قال هذا وأنا رددته كيف لو قبلته أنا رديت الهدية وهذا تأثيره فيني كيف لو قبلت هديته واعتزل القضاء هكذا كان الصالحون إياس بن معاوية عمر بن عبد العزيز معروف الرجل الخليفة الصالح لما تولى الخلافة بحث في الناس عن قاض فوجد هذا الرجل اسمه إياس بن معاوية قال يا إياس تتولى القضاء قال لا فلما ألزمه عمر قبل أول ما فعل ذهب إلى المسجد يصلي ركعتين لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يستعين على مهمة القضاء إلا بالاستعانة بالله عز وجل وأعظم استعانة الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة فذهب وصلى ركعتين يستقبل بها مهمة القضاء مستعينا بربه جل وعلا يقول مكحول رحمه الله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتولى القضاء ليش لما كانوا يقولون هذا الكلام لأنهم سمعوا الحديث قاضيان في النار وواحد في الجنة لأنهم يعلمون خطورة الأمر حتى قال الإمام علي رضي الله عنه أبو الحسن يقول لو علم الناس ما في القضاء يعني من خطورة القضاء ما تولى أحدكم القضاء في ثمن بعرح هكذا كانوا يصورون خطورة القضاء والبعض يتسابق إليه ولا يبالي أحكم بالعدل أو لم يحكم بالعدل أيها القاضي إن كنت قد حكمت بالعدل فمكانتك عند الله ليست كغيرك بل تحسد على هذا والله يحسد الإنسان إذا حكم بالعدل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين من الأثنين قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها هذا محسود هذا الإنسان قاضي العادل تدري شنو أجره يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور مؤيم كان عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا فالقضاء ترى مشرط القاضي الرسمي الإنسان إحيانا يقضي بين ثلاث متخاصمين في مدرستة مدرس مع طلاب في البيت مع أولاده في أي قضاء كان ولو كان صغيرا هذا كله سيحاسب الله عز وجل عليه لكن المنصب القاضي الشرعي هذا أخطر بكثير كان يتهرب منه الكثيرون أبو حنيفة جلد عليه كل يوم عشرة أسوات جلد علشان يتولى القضاء وما تولى القضاء لأنه كان يخافون من هذا الأمر أحد الخلفاء يسمى الناصر أراد داراً أن يبني داراً لزوجته وكان في المكان نفسه دار صغيرة يملكها يتيم وكان على اليتيم الوصي عليه قاضي فقال له أعطني الدار قال له قال أزيدك قال له ما أبيعك فلما خاف أن يستولي الناصر على هذه الدار أنقض البيت القاضي نقض البيت وباع ما نقضه أنقاضه وطلع ثمن أغلى من الثمن الذي كان يريده الناصر ثم قال له الآن اشتر الأرض فأنا وليت على يتيم أحرص على ماله هكذا القاضي يخاف الله في حكمه على الناس وما ولاه الله عز وجل وجاء في الحديث الحسم إن الله مع القاضي ما لم يجر يعني الله عز وجل يكون معاه إذا ما ظلم فإذا جار تخلى عنه الله يتخلى عنه ولزمه من؟ ولزمه الشيطان تخيل أي قاضي ظالم الشيطان معاه هذا إنسان والعياذ بالله في النار أنا ما قلت هذا الكلام أبي يخوف لا الإنسان الصالح يتوكل على الله وليرى في نفسه العدل فليثبت لكن لا يخاف إنسان إلا من الله لا يحكم إلا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل من الله نعم ما يعظكم به لا تؤثر بك المناصب والمكانات بل حتى العرق والدين أنت ما لك علاقة بهذا كله تحكم بين الناس كأناس كبشر إياك أن تؤثر عليك الرشوات والهدايا واتق الله في هذا كله كن عادلا فإنك تحكم بشريعة الله جل وعلا وليكن عملك نصب عينيك أنك ستقف بين يدي الله وتسأل عن القضاء فما أخطر القضاء عند الله جل وعلا أخطر القضاء